نجدد عليكم التحية في هذا الصباح ونتحدث اليوم في أولى فقراتنا عن الربو الذي يصيب كثير من الأشخاص وتصيبهم نوباته نتعرف سويا على أسباب الربو أعراضه كيف يمكن السيطرة عليه وغيرها من الأسئلة مع استشار الأمراض الصدرية والعناية المركزة وأمراض النوم الدكتور رائد سليمان يسعد صباحك أهلا بك أهلا وسهلا فيك في فلسطين اليوم شكرا لزيارة يعني في الوضع قبل ما تحدث عن الربو حدثنا عن زيارتك لفلسطين الزيارة لفلسطين هذه هي زيارة خاصة لإجراء بعض ورشات العمل محاضرات في مجال الأمراض التنفسية الصدرية بشكل عام ورشات العمل ستكون متخصصة في تدريب كوادر سواء في وزنة الصحة أو في القطاع الخاص في استخدام ما يعرف بفحص كفاءة النفس اللي هو بالنسبة لنا إحنا كأطباء الصدرية كيف مثلا التخطيط القلب والإيكو بالنسبة لأطباء القلب هو هذا بالنسبة لنا إحنا عبارة عن فحص مهم جدا للارتقاء بمستوى العناية وعلاج الأمراض الصدرية يعني للمجتمع فإن شاء الله يعني الوركشوب هذه تأتي أكلها قريبا إن شاء الله إن شاء الله وبالتوفيق ونورة فلسطين بالتأكيد شكرا شكرا جزيرة اتحدثنا في المقدمة رح نتحدث عن أمراض عن مرض الربو واللي بصير عندهم الربو كبداية لو من نعطي وصف تعريف للربو إيش بصير للشخص المصاب بالربو الربو هو يعني هلأ الربو في ما يعادله المسمى التوصيفي المسمى التوصيفي له هو حساسية القصبات القصبات الهوائية هلأ ماذا يحدث بالحساسية هو عبارة عن التهاب التهاب مناعي الجهاز المناعي عماله بيحارب مواد في الهواء اللي بستنشقها الإنسان أرض المعركة هذه عبارة عن القصبات الهوائية فلما يحصل في عندي التهاب القصبات هذه تحتقن بالإضافة للغشاء تبعها اللي بيكون محاط بعضلات العضلات هذه تلقبض فاحتقان هذه الجدران هذه القصبات زائد تضيق العضلات فيها يؤدي إلى إيش إلى تضيق القصبة بشكل عام تضيق القصبة هذا هو اللي يؤدي إلى أعراض مرض الربو ننتحدث بجانب الحذرتك قلت دكتور أسباب الربو ليش الشخص بيصير معه ربو؟ هي زي ما أعطي لك هي عبارة عن التهاب مناعي الجهاز المناعي يبدأ بالتعامل مع بعض المواد الحميدة اللي بيستنشقها الإنسان كأنها عدو فيحاربها وهذا طبعا عبارة عن خلل في الجهاز المناعي ما هوش الخلل الكبير الناس بتخاف منه بس كل الحساسيات عبارة عن خلل مناعي الجهاز المناعي بيحارب مواد حميدة بيعتبرها عدوة أرض المعركة بتحدد نوع الحساسية إذا كانت أرض المعركة في القصبات فهو ربو قصبي إذا كانت بالجلد حساسية جلد إذا كانت بالأنف حساسية أنف حسب بين قسم الربو لأربعة فئات في عنا الخفيف المتعاقب في عنا الثابت الخفيف ثابت معدد له ثابت شديد فلو بنتحدث شوي عن فئات في الفئة اللي مسميها إحنا اللي بتروح بتيجي المؤقتة وعننا نوعين منها نوع اللي بيجي بدون سبب واضح بتعوذي لها فترة أسابيع إلى أشهر مع العلاج طبعا بتقلي الفترة الزمنية اللي بيعاني منها المريض بعراض الربو في أنواع منها الموسمية هلأ الثابت اللي هو المزمن طبعا في منه درجات هلأ في منه الخفيف المتوسط الشديد والشديد جدا هلأ سبحان الله الواحد لما بيجي له مريض بيقوله والله انت عندك ربو كل ما بيخطر في باله إيش المرض الربو اللي هو الثابت والشديد اللي هو طبعا نسبته أقل من 5% أغلب حالات الربو هي الحالات المؤقتة اللي بتيجي يائما موسمية أو ما بعد الالتهابات الرشوحات بشكل عام وخاصة إحنا هلأ بفصل يعني ننتقل من الفصل آخر ممكن يزيد يعني يزيد المصاب بنوبات بزرط بشكل عام الربو أحد أهم مهيجاته الجو البارد والجاف فالجفاف والبرودة وإن اجتمعوا معا كمان بتزيد أكتر تزيد من حالات التفاقم حالات الربو وهي بالنسبة تندرج تحت أعراض المصابر بالضبط يعني هلأ زي ما قلتلك إنه في شوية عدم معرفة المجتمع بإنه الربو مجدروري يكون مزمي شديد ناش بيتفكر دائما إنه أنا شخص شخص بالربو بيخافوا منه بيخافوا منه طول حياتي حيكون على الدواء لا مش طول حياتك حسب نوع الربو وغالبية الربو هي من النوع المؤقت اللي عادة ما بيكون موسمي صحيح قبل الهوة تحدثنا عن أهمية التطعيمات لمصابروري ما نتحدث عن هاي الجزئية دكتور المطاعيم خاصة إحنا في عنا بالنسبة للجهاز التنفسي في مطعمين مهمين المطعوم الأول هو مطعوم الإنفلونزا وهو مطعوم موسم يأخذ كل سنة في فترة الخريف الفترة هاي الفترة هاي منظمة الصحة العالمية نصحت فيه لكافة فئات الأعمار من ست أشهر فما فوق في فئات النصيحة إلها قوية جدا من ضمنها المصابين بالأمراض التنفسية المزمنة من ضمنها الربو القصبي حتى الربو القصبي الموسمي يجب أن يكون مزمن الفئات الثانية المهمة أن يأخذ فيها مطعوم الإنفلونزا وبحب أركز عليها هم الأطفال من سن ست شهور إلى ست سنوات والحوامل والكبار بالسن فوق الخمس وستين يعني الناس تخاف منه المطعوم هذا كان متوفر من 30 سنة ومازال آمن جدا وينصح به بقوة يضاف إليه فيه مطعومين تانين مطعيم الالتهاب الرئوي اللي عندهم ربو مزمن ينصح بأخذه تماما كبقية الأمراض المزمن الأخرى أساس أنه ما يصاب الواحد بالإنفلونزا لأنه ممكن تزيد من نوبات الربو بالضبط الإنفلونزا وجدوا ووجدوا مصاب الربو حينما يصاب الإنفلونزا تتفاقم الربو يتفاقم حالة الربو بشكل كبير يضاف إليها أنه أيضا مضاعفات الإنفلونزا عند المصابين بالربو تكون شديدة ونسبة الموت في مرضى الربو اللي بصابة الإنفلونزا أعلى من غيرهم بالضبط كيف يكون خطر على المريضين بالربو أن يصبحوا معهم الإنفلونزا كيف يؤثر هذا على مجل التنفس كيف يؤثر على صحتهم كذلك أهمية استخدام الأكسوجين بالنسبة للربو إذا اجتمع الربو والإنفلونزا هذه تشتغل على الناحيتين نفس الالتهاب الإنفلونزا يؤدي إلى تفاقم حالة الربو وحالة الربو أيضا باعتبارها حالة مناعة أقل من المناعة العادية لا يستطيع مريض الربو أن يقاوم الإنفلونزا بشكل جيد كالإنسان اللي غير مصاب الربو فتكون أعراض أو مفاقمات أو مضاعفات الحالات الإنفلونزا تكون شديدة منها التهاب رئوي شديد وقد تؤدي إلى الوفاة صحيح إن شاء الله يشي الجميع إن شاء الله بس تأكيد تأكيد أنه مطاوم الإنفلونزا كل سنة بهذا الوقت يمسح بأخذها أكيد ضروري بالحياة اليومية العملية للأشخاص المصابين بالربو بكافة فئاته كيف ممكن أنهم يتجنبوا نوبات الربو مثلا بوقت الليل الممارسات الطبيعية الرياضة ما هي الأشياء بشكل عام ما تهيج الربو وغير معالج الرياضة تفاقمها طبعا إحنا ما بدناش أنه مريض الربو يعني يتجنب الرياضة بالعكس الرياضة للجسم مهمة جدا إحنا بدنا يتعالج عشان يمارس الرياضة وحياته بشكل عام بشكل طبيعي جدا بدون أي قيود من الشغلات المهمة لمصابين الربو يتجنبوها هو الدخان دخان السقاير أو دخان الأرقيلة سواء كان هو المدخم أو قاعد في جلسة آخرين بدخنه الدخان حتى كمان الدخان الناتج عن البخور أي شيء يحرق بيطلع دخان هذا مهيئ شديد للقصدات ينصح بالابتعاد عنه أيضا كمان الروائح الشديدة والنفاذة عطور منظفات هذه من الشغلات اللي بنقول دائما لمرضى الربو محاولة تجنبها الآن من الشغلات التانية المهمة اللي حاولوا يتجنبوها يتجنب المصابين بالرشوحات لأنه زي ما قلت أي رشوحات بتصيب مرضى الربو ممكن تفاقم حالة الربو صحيح بجانب ذلك هلأ ممكن أن الربو يأتي بفترة معينة هل يكون مصاحب الشخص منه صغير وبيكبر معاه أو ممكن يأتي كمان فجأة من خلال الأشياء الموسمية من الشغلات اللي بتخلي بعض الناس يستغربوا أنا مثلا بيجي مريض عمره 50-60 سنة وما عنده تاريخ ربو سابق يجي لحالة ربو من أول هذا العمر فبيستغربوا يقولوا يا دكتور أنا مجتليش أنا صغير هلأ بشكل عام حوالي 50% من اللي يصابوا بالربو يكون عندهم ربو أجالهم بالطفولة بشكل عام بعد ما يوصل إلى مرحلة البلوغ حالات الربو هذه 70% منها تختفي ولكن يبقى الإنسان جاهز أنه ترجع للربو في أي مرحلة في حياته فيما بعد ممكن ترجع لهش في نسبة حوالي لا يقل عن 30% من اللي يصابوا ربو يصابوا بالربو وهم بالغين يعني ما إلهم أي تاريخ ربو سابق في حياتهم حتى بالطفولة فوجود تاريخ ربو أو عدم وجوده لا يلغي فكرة أنه الواحد ممكن يجيله ربو في أي مرحلة في حياته وإن كان وإن كان تعدى سنة 50 و60 بالنسبة للكان عنده ربو وهو صغير وطأ يعني ترأي يعني بطل يجي ممكن يجي ممكن يجي ممكن يرجع له إنه كيف ممكن أنا أقي نفسي من ربو كون هترجع لمرتان هي زي ما قلت بالسابق أهم شيء المفاقمات المعتادة بحاولي جنبها أهمها دخان السقائر في بلادنا إحنا شيوع التدخين عال جدا في الأردن حوالي 30% من الشعب بدخن والخطر كمان إنه نسبة المدخنين بين فئة الشباب عالية وهذا أصلا أنا في رأيي نذير خطر وبالتالي المريض اللي عنده تاريخ ربو سابق يجب أن يتجنب هذه المهيجات العامة اللي أهمها الدخان بجانب الدخان لابد أنه العامل النفسي كمام العبدور مثلا التوتر الشديد تعرض للضغطات النفسية ممكن أنه يؤثر على زيادة نوبات الربو عند الأشخاص نعم نعم تزيد هلأ في بعض الأحيان يأتي المريض بأعراض ضيقة نفس نفسية وليست لها علاقة بالربو بس في بعض الأحيان كمان بيكون الأعراض التنفسية أعراض يعني صحيحة وتكون ناتجة عن تفاقم حالة الربو في حالات التوتر العصبي صحيح لابد أن نتحدث شوي عن العلاج ومش شوي يعني كتير العلاج علاج المصابين بالربو عايش بينقسم عايش بيعتمد وخلينا نحكي الأشياء ممكن اللي ياخدوها إنها ممكن تأثر على جسمهم فيما بعد أو الأثار الجانبية على العلاج بشكل عام حالات الربو المؤقتة اللي بتيجي فترة كم يوم أسبوع ممكن أخذها أخذ البخاخات موسع القصبات فقط أما في حالات الربو الموسمي اللي بيستمر أسابية أو في الحالات المزمنة عماد العلاج أساسه بيكون عبارة عن بخاخ يحتوي على مادة الكورتزون ممكن تضيف عليه شغلات تانية تضيف موسع قصبات تضيف حبوب حساسية أخرى ولكن عماد العلاج في الحالات المزمنة أو في حالات الربو والقصب الموسمي لا بد أن يحتوي على مادة الكورتزون لماذا لماذا؟ لأنه زي ما قلت أنا في تعريفي للربو أنه عبارة عن التهاب مناعي فالالتهاب المناعي هذا ما بيخففه ما بتحكم فيه في الوقت الحالي حتى هذه الأيام ما وجدناش أي وسيلة أنجع من الكورتزون في التحكم بهذا الالتهاب المناعي العلم تطور وحط الكورتزون ببخخات الكورتزون حبوب وإبر له أثار جانبية كبيرة على الجسم البخخات كمية الكورتزون محدودة جدا امتصاصها من الجسم يعني أقل من 1% مما يجعل هذه الكورتزونات اللي موجودة في البخخات آمنة كثيرا وتعطى أيضا حتى للحوامر والأطفال فيه كثير من الناس لما إحنا طرحنا الموضوع هاد على الناس سألونا أنه ممكن الشخص أنه المصاب بالربو أنه يتعالج منه تماما فيما بعد الآن فيما يتعلق فيما يتعلق بالشفاء من الربو الآن العلاج زي بتعالجيه بس هل أنت تشفي منه لحد الآن لم نصل إلى علاج شافي أعرفت كيف العلاج المتوافر المتواجد حاليا هو علاج للتحكم به وليس للشفاء منه الآن في إجراءات معينة قد تنفع بعض مرضى الربو اللي هو بنسميه علاج التجين المناعي أنه أنا هذا الجهاز المناعي اللي عماله بشتغل بشكل خاطئ بحاول أعدل مسيره من خلال إشي بنسميه علاج التجين المناعي عبارة عن المادة اللي هو المريض بتحسس منها بأعطي له بكميات بسيطة على شكل قطرات تحت اللسان لفترات زمنية تتراوح بين سنتين إلى ثلاث سنوات قد يشفى منها بس مش الكل ضمن كريتيريا معينة توضاع للمريض هلوين فعلوا هذا النوع من العلاج أو لا أكيد دكتور رائد أخيرا من النصائح بتحب توجهها لمشاهدين اللي عم بتابعونا في هذا الصباح نحن مقبلون على الشتاء فترة الشتاء هي فترة الالتهابات الرشوحات الالتهابات الجهاز الهضمي الجهاز التنفس عفوا ننصح دائما بأخذ الحيطة ما بدنا إحنا نتقل هذه الأمراض من شخص إلى آخر السلامات التبويس نحاول نقلل منه غسل اليدين دائما أيضا أخذ مطعوم الإنفلونزا لكافة الفئات فوق السن ست أشهر شكرا إلك دكتور على المعلومات والنصائح اللي قدمتها إن شاء الله كمان المشاهدين يكونوا استفادوا معنا شكرا جزيلا 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 هلأ صار وقت الفاصل ومنرجع لكم من جديد